ازالت الوقفات التضامنية للشعب الشادي خلف جيشه المستمرة فهذه المرة جاء الشيوق التقليديين لولاية شاربا جرمي في مقدمتهم السلطان بن اجي ولي محمد ليعبروا عن تضامنهم مع قوات الامن والدفاع فبعد تقديمهم لهذه المعينات التي جاءوا بها لقوات الامن والدفاع اكد السلطان بن اجي انهم تابعوا عن قرب عبر وسائل العلام كل الانتصارات التي حققها الجيش الوطني بزعامة قائده البطل ادريس ديبي اتنو لذا من واجبهم كجاديين الوقوف مع هؤلاء الابطال جينا الان لنواسوف ندنا مخلس لنوادنا مصلا على رأس فاخامة ازرزبي اتنو رئيس الجمهورية رئيس الانتجيش الوطني اشان جترو مرغو الارحابين النائب الثاني للقائد العام للجيش الوطني طوفى عبدالله باسم القيادة العام للجيش شكر الشيوقة التقليديين لولاية شاري باقرمي على هزه البادرة التي وصفها بتضامنية ضيمة الاقوة الاخرين كل جو لكن جايد كنت عندها حجم كبير هذا الوفد بتقدم السلطان شاري باقرمي نقول لكم باسم رئيس ادريس ديبي اتنو قائد العالي للقوات المسلحة وباسم قائد الاركان العامة وباسم وزير الدفاع نقول لكم شكرا هذه الوقفات التضامنية المستمرة للشعب الشادي مع قوات العمن والدفاع تترجم بان الشاديين مستعدين للدفاع عن وطنهم بكل ما يمتلكون من قوة تجار البصل بسوغل غلة وضل تقديم الشكرا من قبل المواطنين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية لقوات الدفاع والامن التي دمرت جماعة بوقو حرام الارهابية في منطقة بحيرة جاد هم ايضا جاءوا الى مقر القادة العامة للقوات الوضرية الجادية لتقديم الشكرا وهذه المساعدة لهذه القوات التي لقنت هذه الجماعة الارهابية درسا تدميريا قاسيا في مختلف قواعدهم الكائنا ما وراء الحدود الشادية سلموا هذه المساعدة الى القائد العام النايب الثاني للقوات الوضرية الشادية اللي وعطوف عبدالله عيسى تهنوا التجار سوغ البصل نقدم هذه الجوالات البصل البسيطة الى قواتنا الوطنية في مهاربة هؤلاء المفسدين ان احساس الجندي الذي يقاتل هذه الجماعة الارهابية بوقوف الشعب خلفه بحسب القائد العام النايب الثاني للجيش الوطني سيجاله من دون شد فخورا بمختلف التضحيات التي يقدمها لاجل وطنه الجندي لما يقاتل في الميدان ويكون يعني متعوم بتأييد شعبي عارم مثل الاسطاء شفنا دا حقيقة حتى لو يفقد نفسه ما بشعر بها عشان هو من قاله عسكري دا عمل دا حماية المواطنين وحماية الوطن وحماية منتلكاتهم وانت بتقاتل والناس اللي بتحمهم هم مش حاسين بك واقفين معاك لان انت تقاتل بمعنوية عالية جدا هذه المواقف التضامنية المختلفة للشعب الشادي خلف قوات الدفاع والامن تعتبر من ضمن اقوى القيمة الانسانية للشعب الشادي دعما وتشجيعا لقوات الدفاع والامن التي تحارب الجماعات الارهابية وتقديرا لهذا الشان فان تجمع نساء كانم قدم هو الاخر معونات الى قوات الدفاع والامن بمنطقة باقسولة في مقدمة هذا الوفد والي ولاية كانم حسن تراب واوضح الوالي بان نساء كانم قدمنا حوالي واحد وثمانين رأس من الابل وظرف مالي يقدر بمئة الف ريال اسهاما منهن للجيش واكد الوالي حسن تراب بان النساء مستعدات لمساعدة الجيش وصنع الطعام والي ولاية البحيرة عباد ساير فضل شكر الخطوة الشجاعة لجمعية النساء كانم بهذه اللفتة الكريمة واكد لهن بان هذه المساعدات ستصل الى مستحقها واضاف بان رئيس الجمهورية وجيشه يسحرون من اجل الدفاع عن الوطن والمواطنين لكل امرئ قدره حسب قدره ذلك هو حال النساء اندي الشرق المقيمات بالعاصمة انجمينا اللائي لم يقفن مكتوفات الايدي حيث انهن قدمنا دعمهن ومساندتهن للجيش الوطني ونساند خواتنا الجيش الوطني الكادي الباسل المقوار الشجاع لمحاربتهم لبوكو هرام ونهني خايدنا الاقلى ادريس ديبي اتنو لوقوفه بجانب شعبه والدفاع عن اراضينا عن وطننا الخالي كات نشكر كل الجنود البواسل ونعزي اسر الشهداء ونعزي اخواننا الدبات ونحيى الخايدة الام نحيى كالف تهية ولجنودنا البواسل الجنرالات كلهم ونشكر الرئيس طبعا ترك قصره ومشاقات في الفيافي والوديان وحارب بوكو هرام الذين لا دين لهم ولا قلب لهم ولا وطن لهم ولا اطفلهم رئيسة وفد نساء ندي شرق المقيمات بالاصمة انجمينا زينب بردي قالت انهن فخورات ويقدم نفائق امتنانهن للجيش الذي يحمي الوطن وعلى رأسه القائد العلى للقوات المسلحة الشادية ادريس ديبي اتنو وتتمثل هذه المساعدات التي قدمت من قبل النساء ندي شرق برفقة المنسق زينب سليمان جبرين تتمثل في 250 جوالا من السكر والارز والدقيق الى جانب 50 صفيحة من الزيود وغيرها من المستلزمات الاخرى من جانبه القائد العام النائب الثاني للقوات الوطنية الشادية قال انهم في كل لحظة يتلقون الدعم والمؤاذرة من الشعب الشادي الذي عرف بمواقفه التي لا تموت والشيء زي ذا ان معنى كبير معاني كبيرة في التعامل زي ذا المعنى ما بس هدية ولا مال المعنى مواقف وتعاذل انا احنا لما نشعر بشعبنا كله في خلفنا انا احنا ما نشعر بنفسنا ولا بد نمشو قدام وانتو كلك تعلموا سيد رئيس الجمهورية شخصيا هذه العملية الكبيرة قاته بنفسه ونزل في الميدان وبعده قائد في الميدان ما فيش مواطن تادي ولا مرى ولا راجل نايم كل الناس واقفين ده سبب تحركه وانهنا حسينة يعني شعبنا كل معنا والعملية دي وحدت الشعب مرى وراجل وحرقت كل قلوب الناس عشان يتكاتهم الانساني ده ما بس بحارب بالسلاح اللي بدي مال كل حرب اللي بساعد باي شي هو يستطيعه اللي ينشر خبر باللسانة كلها يعني الامر ده مصبه واحد بس في النهاية النتيجة ده يعني نتيجة واحدة بس نتمنى هذه الوحدة الحقيقية اللي من الضمير على الضمير تستمر في شعبت في تات وبقيادة الرئيس جريس جدي والجيشكم البطل موجود بقبض دائما مهمة سواء في داخل حدود البلد ولا خارجة يعني ما خوف ولا في خوف ليا وكلكم بتعلموا الايين والرجال بكون القوات المسلحة الشادية هي قوات فعالة وما ممكن بتجيب ابدا بتجيب نتائج سليمة وعليه نستطيع القولة ان الشعب الشادي قد اكد وقوفه وتضامنه التام ما جيشه المقدام لانه لا وطن بدون امن ولا امن وثيادة وكرامة من دون جيش